أهلا بكم البروفيسور يزيد صايغ نشر تقرير مبارح مهمة جدا الحقيقة في معهد كارنيجي ديوان عن استقالة رئيس السندوق السيادي المصري اللي حصلت من فترة علاقة ده بقوات المسلحة المصرية بشركات الجيش وفكرة انه السيسي اصبح في موقف دفاعي اصبح يعني في موقف مش عايز اقول اضعف لكن في موقف دفاعي مش في اوج قوته كما كان قبل ذلك نفتكر مع بعض كده الخبر بتاع سكاي نيوز عربي اللي كان بيتكلم عن صندوق مصر السيادي ده خبر جديد ان صندوق مصر السيادي عين نوها خليل قائما باعمال الرئيس التنفيذي بدل الراجل اللي قبل كده اللي هو ايمن سليمان اعلن صندوق مصر السيادي الذي يدير اصولا تصل قيمتها الاثناشر مليار دولار ان نوها خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الاعمال بالصندوق ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالانابة وذلك في وقت تحاول فيه قيادة سياسية في البلاد تحفيز التقدم البطيء في الاصلاحات الاقتصادية وذكر الصندوق في بيان الثلاثاء انه قبل استقالة الرئيس التنفيذي ايمن سليمان وذلك بعد احراس تقدم محدود في برنامج الخصخصة الذي اعلن عنه في بداية توليه المنصب قبل خمس سنوات يبقى احنا بنتكلم هنا على اسطورة جديدة سياسة جديدة من سياسات سيء الذكر وهي سياسة القائم بالاعمال اللي تكلم عنها الاستاذ الشام قاسم الاسبوع اللي فات لما جدت تاني القائم بالاعمال لمحافظة البنك المركزي لحسن عبد الله وتكلمنا في الحلقة هنا على فكرة الاستاذ الشام قاسم وفكرة انه هو بعض الاجهزة الرقابية بيعتمد فيها سياسة القائم بالاعمال مش بيحط حد خلاص لفترة واحدة لان عزلهم صعب اللي انا مش قادر افهمه هنا في صندوق مصر السيادي هو ليه معينش نوها خالد دي او جاب اي حد اقتصادي مكان اي من سليمان ليه برضو فكرة القائم بالاعمال ودي حاجة الحقيقة بتخليك تطرح اسئلة كثيرة جدا عن فكرة ثقة الراجل في من حوله يعني هل عبد الفتاح السيسي بيثق في رجالته هل ليه رجالة اصلا بيثق فيهم ولا قصة انه هو الراجل بقى برانوية خلاص بقى شاكك في كل الناس وعنده تخوف من كل الناس والكلام ده كله الحقيق مش عارف لكن تعالوا نروح لتقرير البروفيسور يزيد صايغ في معهد كارنيجي عن عبد الفتاح السيسي اللي اصبح في موقف دفاعي بيتكلم على مجموعة من النقاط الحقيقة منها المحور الابرز يعني هي استقالة الشخص الذي عينه لرئاسة صندوق مصر السيادي والكلام ده من وجهة نظر يزيد صايغ انه ان السيسي ليس ذو سلطة مطلقة لانه السبب المباشر للاستقالة هو العرقلة المستمرة من قبل القوات المسلحة المصرية لبيع الشركات المملوكة للجيش واللي بتعمل في الاسواق المدنية اشتركوا في القناة